السيناريو اللي كلنا كنا نتمنى مش متفقين نتمنى ان هو يحصل حصل أصبحت الأمور مرة أخرى في يدنا دي الأهلي الحمد لله طبعا يعني مكسب ومكسب الحمد لله كبير كمان بأداء كويس بغض النظر عن يعني مستوى الفريق القطن أنا عايزة أجعلك في النقطة دي تحديدا بس بعد ما تكمل كلامك لأنه يعني ايه بغض النظر ماهو احنا كلنا بنقول هذا الكلام لأنه لكن يعني ايه بغض النظر ان فريق القطن الكاميروني فريق ضعيف فريق القطن بلعب الأرضو أو يعني أقل فنية بلعب الأرضو متحفز وزي ما قلنا كان عايز يعمل أي نتيجة يخرج بها من البطولة يعني مع فريق كبير زي النادي الأهلي كان ممكن برضو لو النادي الأهلي أدى المباراة بشكل مش تمام ممكن كانت النتيجة تبقى مختلفة وارد ديكورة يعني إنما زي ما قلنا للعيبة التركيز الكبير قوي في المباراة وإنسى خالص للطرفين التانين سانداونز والهلال تفكرش خالص في المباراة اللي بعد كده اللي بعدها بيوم انت تركز في أدائك استعيد السقة بتاعتك انت كمستوك كلعيب على مستوى طبعا اللعيبة وعلى مستوى الفريق ككل يعني لعب طبعا جماعي الحمد لله أداء رجولي من اللعيبة كلها ما بخلتش بأي حاجة احترموا كمان المنافس يعني برضو احترموا المنافس كويس قوي عشان كده من البداية يعني كانوا ضغطيين وعمل مباراة كويسة وما تقدرش تقول بقى مين كويس ومين كل لعبك الحقيقة كانت كويسة على قد المسئولية نتيجة كويسة ربنا زي ما قلنا بيكافئ دايما المجتهد الحمد لله السيناريو في المباراة اللي هي تاني يوم طبعا يعني الحمد لله كان رجع النادي الأهلي وبيت الكرة في رجلين لعبة النادي الأهلي وعندهم بقى المباراة طبعا الأخيرة مع الهلال على أرضنا هنا في مصر إن شاء الله بإذن الله تبقى مباراة قوية والنادي الأهلي يعدي إن شاء الله للدور اللي بعده مرة أخرى أصبحت الكرة في ملعب النادي الأهلي في ظل المباراة تبدو أو مش تبدو هي في الحقيقة مباراة صعبة جدا 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 الدافع موجود عند الفريتين يعني المباراة قوية جدا جدا النادي الاهلي خسران المباراة الأولانية وممكن دي كانت عملت أزمة للنادي الاهلي خلال المباراة اللي بعد كده فيه دور المجموعات مباراة على أرضنا إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني مباراة كويسة للنادي الأهلي زي ما قلنا برضو نفس الحماس بس فيه نقطة مهمة قوية مش عايزين برضو الحماس يزيد عن اللازم أيوة احنا عايزين بالآخر المباراة كنت قدم يعني بعيدا عن أي شيء بالضبط أنا عايز التلاتة بونت عايز مكسب عايز أداء كمان على فرقة الهلال زي ما لخبطت لنا الدنيا في الأول في البداية لا احنا إن شاء الله هنختم بيها إن شاء الله مباراة قوية ومكسب إن شاء الله كويس العيبة برضو زي ما بقول يبقى فيه تركيز كبير جدا جدا في الملعب هي في الآخر مباراة كرة قدم بين فرقتين نادي الأهلي بلعب على أرضه إن شاء الله يبقى فوسط الجمهور الكبير اللي بتمنى يعني أنا يعني بتمنى حت الجمهور ده بقى يبقى مل الملعب بأسلام يعني زي ما احنا يعني في البطولات الكبيرة وفي الحاجات اللي بنظامها بنفتح الاستياد يبقى فيه أعداد كبيرة للا إن نادي الأهلي يبقاش جمهوره كبير في الملعب حيفرق كتير جدا مع اللعيبة ويفرق كتير جدا مع النادي الأهلي في المباراة دي لأن المباراة دي فصلة لتكملة إن شاء الله المشوار بتدي اللعيبة حماس كبير الأعداد الزهني والنفسي لغاية المباراة اللي هي الجمعة اللي بعد الجاية يعني الفترة دي كلها عندنا وقت كويس يبقى فيه أعداد نفسي كويس للمباراة دي زي ما قلت عيبها التركيز على ما ببقاش فيه فرط حماس لأن فرط الحماس بيخرجك عن شعورك ما تنسقش وراء أي استفزازات أي كلام بيتقال طبعا قبل المباراة أنت كل همك في مكانك وبعدين الفرقة أنت لعبتها لسه من قريب يعني شفتها ولعبت قدامها والجهاز الفني شاف الفريق وشاف الأفراد بتاعته يحط الخطة المناسبة واللعيبة اللي تلائم والخطة اللي تلائم هذه المباراة اللي تلائم